أسدل الستار على فعاليات الأسبوع البحري للمضيق بإجراء منافسات كأس العرش لليخوت العابرة للقارات والتي جرت أطوارها على مدى يومين المنافسة اجتدت خلال اليوم الأخير بعد أن تضعفت قوة الرياح وخلقت بالتالي صعوبات كبيرة للمشاركين ليكون الفوز في آخر المطاف من نصيب إسماعيل داداش من النادي الملك البحري للمضيق أنا فرحان بلي فوزت هذا كأس العرش لليخوت العابرة للقارات كانت منافسة قوية بيننا وبين الإسبان وحتى عامل الرياح العبلي صالح للي أنا كابن المنطاقات المضيق الرياح الغربية اللي كدلف على ليمن وعلى ليسر كتيرا وكيجيوا بواحد القوة مرة نقصة مرة زيدة استغلت هذا الضرف هذا بشفوزت بهذا كأس العرش وفرحان بأن الكأس العرش يبقى عنا هنا في المدينة دينا الرياح كانت معنا في الموعد وكانت واحدة نفسية حادة ما بين متسابق الإسبان ومتسابق المغرب بحيث نتائج مقدرتي تتعرفت ندقيقة الأخرية لأن واحد السرعة كانت الرياح في الموعد والبركور استطعنا نضعها في الأماكن خاصة بها كان ببركور ملائم مع السياقات الدولية اختتمت إذن فعاليات الأسبوع الدولي البحري بعدما أفرز نجاحا تنظيميا متميزا وشكل بالنسبة للعديد من المواهب الحاضرة فرصة للاحتكاك بمدار سرائدة